احنا اتكلمنا يا دكتور قبل كده عن السمنة وكمان اتكلمنا عن التغذية العلاجية النهاردة هنتكلم عن التغذية للحمل والرضاعة والاطفال تمام زي ما حاجة التفضلاتي طبعا احنا اهم فترة من فحضرات الام بداية فترة حملها مرورا من فترة رضاعتها مرورا بعد كده بطفل من اول سنة لحد خمس سنين هي من اهم الفترات الحياتية اللي بتعدي على كل ام بالذات لان الفترة دي بيكون فيها تغيرات هرومونية كتيرة بسبب وجود الماشيمة وتغير حجم الجنين فالام بتبدأ تتابع ميزانها يوم بعد يوم بتحس ان ميزانها بيزيد كل يوم عن يوم بحس ان الباطل بتكبر بيزيد القلق والتوتر جوالام تب ايه الاكل المسموح ويه الاكل الممنوع لكنا كام هل انا لو ازودت في اكل السكريات هل ممكن اصبق ايه بعض الامراض هل لو انا زودت في اكل الحوادق هل انا ممكن اصبق بعض الامراض لذلك احنا بننبع على الام ان الفترة دي اسمها فترة الامان لازم نحافظ فيها كل حاجات تعمليها في حساب كل شهر من شهور حاملة حضرتك لازم ندخل فيها اكلات معينة عشان تحفظ على سلامة حضرتك وسلامة الجنين تمامي دكتور بالضبط حضرتك